بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال السنوية العامة وحوش المذاكرة إزايكم يا شباب عاملين إيه؟ أنا من بعض تعليقات حضراتكم كده تبادر إلى ذهني أو استنتجت إن في بعض الناس مش عارفة إزاي تستكشف القناة ومش عارفة إن هي إزاي توصل للي هي عايزة من على القناة بمنتهى السهولة فأنا هعمل حتة الفيديو القصير دوت علشان خاطر نرشد الناس إزاي توصل للمحتوى اللي هي عايزة داخل القناة بتاعتنا بمنتهى السهولة حضرتك بمنتهى البساطة هتدخل في السرش بتاع اليوتيوب سواء كان على الموبايل أو على اللابتوب أو على جهاز الكمبيوتر بتاع حضرتك أو من أي تابلت وحتدخل على اليوتيوب وتكتب عوات صيام هتكتب عوات صيام بالعربي قدام حضرتك كده زي ما حضرتك شايف هنا هيظهر لحضرتك النتائج دي لو سمحت تسيبك من الفيديوهات خشيلي كده على القناة هنا اتكا كليك على الصورة أو اتكا كليك على القناة هيفتح لحضرتك القناة بعد اذن حضرتك مشكورا برضو سيبك من أي حاجة وادخل على اللينك بتاع بلاي لست يبقى حتسيبهم بدل ما تدور والدعبس وتحتار والفيديوهات كتير بلاش ولا فيديوز ادخل على اللينك بتاع بلاي لست قوائم التشغيل هتفتح بلاي لست هيفتح لحضرتك قوائم التشغيل شوف يا فندم حضرتك انت عند حضرتك هنا الجرامر التراكمي ادي سلسلة بتاعت الجرامر التراكمي اضغط عليها هتفتح معك هتلاقي حضرتك عليها الجرامر التراكمي الفيديوهات المتاحة لغاية لما نكملهم ان شاء الله في عندك سلسلة مش عارف تذاكر انجليزي ازاي عندك عليها ثلاث حاجات بتوع ازاي يذاكر كلمات وازاي يذاكر الجرامر وكمال ازاي حل قطعة الانجليزي بعد كده عندك حل الوحدة الخمسة من المعاصر كاملة حل الوحدة الرابعة من المعاصر كاملة عندك العمالقة ادخل على العمالقة احنا بنحل في العمالقة سلسلة grammar pass ادخل بعد كده الوحدة الثالثة المعاصر اهو جيم برضو بنحل grammar pass الوحدة التانية من المعاصر سؤال القطعة عليه بازاي حل سؤال القطعة وعليه قطعة او عليه فيديوهات خاصة بسؤال القطعة عند حضرتك المهارات 2023 الناس اللي بتسأل بتقول لي المهارات ادخل حضرتك على البلاي لست او قائمة التشغيل بتاعت المهارات يا فندم حيطلع لك فيديوهات المهارات ودي حل الوحدة الاولى من المعاصر اللي عايز الشرح يا جماعة شرح المنهج بتاع تلت سنوي كامل لغاية الوحدة الستة الترمي الاول متاح عندك ولو حضرتك عايز الباقي جاي على طول الباقي باول باول ان شاء الله تلاقي الوحدات الشرح بتاعها بينزل يبقى انت عندك اهو ادي قايمة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وعندك عشر احداشر اتناشر قائمة تشغيل اختر منهم حضرتك اللي انت عايزه يبقى ده بالنسبة للناس اللي بتسأل عن المحتوى ادخل على قوائم التشغيل يا فندم من خلال القناة وحتلاقي كنوز تعجبك جدا ان شاء الله رب العالمين وتبقى تدعي لنا طيب في حد تاني بيقول لي طب يا مستر لو سمحت انا عايز اللينك بتاع الملزمة انا فيه ناس حملت الملزمة وانا مش عارف اجيب لينك الملزمة من مين بدل ما تدخل على بلاي لست يا فندم حضرتك مشكورا ادخل على الكميونيتي الكميونيتي ده اللي فيه البوستات اللي انا بعملها والبوست الاخراني هتلاقي عند حضرتك اهو ريد مور اهو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع حضرتكم لينك ورق شرح الترمي الاول كامل لقواعد الست وحدات الاولى كل التوفيق للجميع ادخل حضرتك على اللينك وحمل الورق يا جماعة الموضوع متاح ومتوفر وكل حاجة انا حاولت بس ان انا اساعد او اعمل حاجة ان التلامزة ان شاء الله رب العالمين ربنا يوفقهم ويكرمهم ويوصلوا للمحتوى اللي هم عايزينه بمنتهى السهولة بدون ما يدور ويقلق نفسه ويفعد نفسه في ان هو يقعد يسأل والتعليق لا انت حضرتك الحاجة موجودة على القناة من خلال البلاي لست من خلال ان انت هتدخل على القناة وتدخل على اللينك بتاعة بلاي لست لو عايز الملزمة هتلاقي في الكميونيتي ادخل في الكميونيتي هتلاقي اول بسطة نعمله في الكميونيتي هو اللي عليه الملزمة بتاعة الترمي الاولاني وارجو من ربنا سبحانه وتعالى انه يوفقكم جميعا ويعينكم ويوفقنا معاكم ان شاء الله ونوصل مع بعض الاخر المشوار واحنا مبسوطين ومتهنيين ووصلين لاهدافنا كلنا جميعا ان شاء الله رب العالمين ودلوقت اتفضل حضرتك معلش انا اسف طولت عليك تعال اما نشوف موضوع الفيديو بتاع النهاردة من الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابطال السنوية العامة وحوش المذاكرة دلوقت بنحل مع حضرتكم ابطال في الوحدة السادسة نهاية الترمي الاول يا شباب نص المنهج يعني تقريبا خلصنا كتاب المعاصر بتاع الترمي الاولاني معانا من صفحة ربعمية وتسعة لربعمية واربعتاشر هناخد كلمات الدرس الاول والتاني من الوحدة السادسة من كتاب المعاصر الفين تلاتة وعشرين صفحة ربعمية وتسعة اول الكلمات بيقول لحضرتك السس يعني يقيم ديكلين يعني ينخفض بشدة او ينهار وبتيجي بمعنى يرفض وكمان ديكلين بتيجي اسم بمعنى انخفاض او انهيار او رفض افشانسي يعني كفاءة افشانس يعني كفء بروكراستينات يعني يسوف او يماطل او يؤجل يسوف او يماطل او يؤجل والتسويف او المماطلة يعني بروكراستيناتشن بروكراستيناتشن عليمين عندك بروداكتف يعني منتج او مثمر بروداكتيفتي الانتاجية او العائد بروغرس يعني تقدم او تحسن ريز يعني يرفع او يزود او يحسن سويتش اوف احنا واخدنها بمعنى يطفي في الوحدة اللي فاتت وكمان بتيجي بمعنى يفصل يعني يستريح لمدة سيارة انا عايز افصل كده واستريح شوية يفصل ذري يعني ينوع او يتنوع او يغير او يتغير المربع اللي تحته اتشيف يعني ينجز او يحقق ايم يعني هدف او يهدف وامانجست بتسوي امانجة عادي مفيش بينهم وبين بعض اي فرق امانجة يعني بينه اناليسز يعني تحليل اوامنس يعني الوعي brain المخ concentration يعني التركيز conclusion يعني استنتاج او خاتمة delay يعني تأخير او يؤخر فعله اسم عادي يؤخر او يؤجل وتأخير او تأجيل depending on اعتمادا على او استنادا الى او على حسب diary يعني مفكرة شخصية بتكتب فيها مذكراتك distract يشتت الانتباه عكس attract يجزب الانتباه دي يشتت او يصرف الانتباه effect يعني تأثير او اثر او نتيجة effectively بفعالية effectiveness الفاعلية او التأثير ناحية اليمين عندك increase زيادة او يزداد او يزود individual فردي او فرد interrupt يعني يقاطع lead يعني يقود او يؤدي الى lead يعني يدع او يسمح او يترك level يعني مستوى look at ينظر الى وجاية هنا بمعنى يبحث او يحلل look for يبحث عن manage يعني يدير او يتحكم فيه memory ذاكرة mention يعني يذكر او يقول permission يعني اذن او تصريح pollution تلوث private يعني شخصي او خاص process يعني عملية في صفحة 410 حتلاقي حضرتك بقية الكلمات مع التعريفات error يعني خطأ exactly بالضبط excuse يعني عذر او يعذر او معذرة factors عوامل او عناصر finding نتيجة او اكتشاف follow يتبع force يعني يجبر او يرغم او قوة habit يعني عادة hand يعني يسلم شيء باليد impossible يعني مستحيل على اليمين recent يعني حديث researcher يعني باحث response استجابة session يعني جلسة او دورة او مقابلة او حصة حصة الدرس يعني محضرة او كده significantly يعني بشكل ملحوظ sort يعني نوع بتساوي kind بتساوي type الثلاثة معناهم نوع نوع يعني sort او kind او type specific محدد state يعني يذكر او يقول ومعناها دولة ومعناها ولاية لكن هنا جاية بمعنى فعل بمعنى يذكر او يقول بتساوي في الحالة دي بتساوي mention mention يعني يذكر او يقول therefore يعني لذلك بتساوي so وبتساوي that's why وبتساوي consequently كل دول معناهم therefore يعني لذلك تعرفاتك اساس يقيم يعني to make a judgment انك تحكم على شخص او situation موقف after thinking بعد ما تفكر كويس يبقى اساس make judgment اهل شفتها ايابتك اساس يعني يصدر حكم decline يعني ينخفض بشدة اللي هي decrease in quantity or importance يقل في كميته او في اهميته decrease اللي هي decline efficiency كفاءة يبقى عندك هنا decline يبقى decrease efficiency الكفاءة اللي هي the quality of doing something الجودة بتاعت القيام بشيء كويس and effectively وبفاعلية وذو wasting time من غير تضيع وقت ولا فلوس ولا طاقة كفاءة بقى procrastinate يسوف او يماطل to delay يؤجل انما procrastination هو القيام بالتأجيل يبقى في فرق بين ان انت procrastinate ده فعل يبقى يجبته to delay يأجل انما procrastination هو القيام بفعل التأجيل the act of delaying something productive يعني مثمر او منتج اللي هو producing or achieving a lot بينتج او بينجز الكثير طالما بقول علي مثمر او منتج يبقى بيعمل كتير بيطلع حاجات كتيرة بيطلع فايدة او بيطلع انتاج كتير productivity الانتاجية اللي هو المعدل the rate of which goods are produced معدل انتاج البضائع progress تقدم او التحسن the process of getting better اللي هي عملية ان انت تتحسن doing something في القيام بشيء or getting closer to finishing or achieving something او ان انت تقرب من ان انت تنجز او تنهي شيء raise يرفع او يزود او يربي to increase and amount او number او level انك تزود كمية او عدد او مقدار او مستوى switch off بمعنى يستريح مش بمعنى يفصل كهرباء بمعنى الواحد يستريح لفترة قصيرة يعني يفصل كده من الدنيا ويستريح to relax for a short time الراحة لمدة قصيرة very يعني ينوع او يتنوع او يغير to be different انه يكون مختلف from each other عن بعضنا البعض in size في المقاس شيء بالشكل الى اتسترا الى اخره اللي هو الاختلاف كل واحد فينا مختلف عن التاني هات ربو 11 وبدأ تمارينك الجملة رقم واحد المدير اعتاد ان يشجع مستويات نقط العمال طبعا مدير وعمال عايز يشجع مستويات ايه necessity الضرورة productivity الانتاجية facility يعني سهولة تسهيلات او مرافق ولا equality المساواة طبعا المدير عايز يشجع زيادة الانتاج productivity معدل الانتاجية رقم اثنين people الناس يجول عادة try to بيحاولوا ان هم نقط زير standard of living مستوى المعيشة to lead a better life علشان يحيا وهنا lead مش معناها يقود هنا lead معناها يحيا علشان يعيشوا حياة better افضل raise يرفع الناس بتحاول ترفع مستوى المعيشة raise خدناها قبل كده وقلناها في الوحدات السابقة بمعنى ينشأ او يظهر ينشأ او يظهر في مشكلة ظهرت في المحرك في موضوع في خناء او حاجة نشأت بيني وبين جراني raise يعني يرتفع او تشرق وبعدين اراوز اللي هي معناها يثير او يحث او يوقظ يثير موضوع يثير قضية يحث او يوقظ يصحي موضوع عديم يفتح موضوع عديم وهكذا طبعا الاجابة هنا نبرة ايريز بمعنى يرفع مستوى المعيشة رقم ثلاثة بيقولك ناوى دايز هذه الايام الموظفين بيتم تقييمهم في الغالب بغض النظر عن عدد السنوات نهاردة الموظفين بيتم تقييمهم سيبك بقى من النقديم وسنه كبير وبقاله تلاتين سنة والكلام ده الموضوع دلوقتي مالوش دعوة بالسنوات بتاعت الخدمة له دعوة بايه؟ امبورتنس الاهمية اكسبيريانس الخبرة افشيانسي الكفاءة صفشيانسي الاكتفاء الاجابة نمرت سي افشيانسي هي الاجابة الصحيحة الكفاءة لان هو اصلا عدد السنوات ده معناها الخبرة هو بقى بيقولك بغض النظر عن سنوات الخدمة بتاعته او سنوات شغله خلاص يبقى انا ماليش دعوة بخبرته ولا بسنوات شغله انا ليه دعوة بكفاءته تقييم الموظف دلوقتي على الكفاءة صفشيانسي يعني اكتفاء اكتفاء لما انت يكون عندك الحجم كفياك فبقول اكتفاء ذاتي يعني سلف صفشيانسي لما افشيانسي يعني الكفاءة طرق الم 4 بيقولك انت لا تعمل بجد انت مش شغال كويس انت محتاج ان انت تكون اكثر نقاط تكاتف رغي productive منتج نيجاتف سلبي سكسيسيف يعني متتابع او متتالي متتابع او متتالي يبقى الاجابة طبعا محتاج ان انت تكون more productive منتج اكتر او اكتر انتاجية رقم 5 انا قرأت تقرير مهم على نقطة تأثير الاعلان على الاطفال يبقى بيتكلم التقرير دوت عن ايه assisting تقييم الاعلان او تقييم تأثير الاعلانات على الاطفال pressing يعني ضغط aggressing يعني تعنيف ولا blessing يعني نعمة blessing يعني نعمة او الاسعاد او الانعام على حد يبقى الاجابة نمرت ايه assisting تقييم انا قرأت تقرير على تقييم اثر الاعلانات على الاطفال ستة my father advises me ابويا بينصحني to stop studying ان انا اتوقف عن المذاكرة when I feel exhausted لما اشعر بالارهاق because my concentration لان تركيزي increases بيزيد declines بيقل improves يعني يحسن move يعني يتحرك الاجابة طبعا نمرت be declines لما تكون تعبان حاول ان انت تبطل مذاكرة لان دوت بيأثر على تركيزك تركيزك بي اللي مش بيزيد تعال بعد كده على رقم سابعة بيقولك you will never achieve any success عمرك ما هتحقق اي نجاح if you continue to لو انت استمرت في نقط over each detail على كل تفصيلة انت كل التفاصيل بتاعتك كل تفصيل من التفاصيل انت ما عندش هتنجح تاني لو انت استمرت في ان انت اي بقى delay يعني تؤخر او تؤجل ولا procrastinate تسوف او تماطل او تؤجل برضو inspire tool raise يعني يربي او يرفع طبعا الاجابة هنا هتبقى نمرت بيه procrastinate طيب يا مستر معلش انت ليه ما خدتش delay ما خدتش delay لان انا معايا هنا حرف الجر over procrastinate over delay بتيجي بدون حرف جر خالص يبقى procrastinate over each detail لو انت استمرت في ان انت تماطل او تؤجل او تسوف كل ايه تفاصيل حياتك او كل تفصيلة من تفاصيلك تماني نقط بشكل سلبي يؤثر على the amount of work مقدار العمل you can do لانت تقدر تعمله فعلا انا لو قعدت اسوف او اماطل الممطلة والتسويف والتأجيل ده هيؤثر على كمية العمل اللي انا بعملها بدل ما انتج كويس او بكميات كبيرة والممطلة والتسويف والتأجيل دوت هيخليني انتج قليل procrastination ممطلة تسويف تأجيل analysis تحليل productivity انتاجية level يعني مستوى طبعا الاجابة نمرت ايه procrastination التسويف والممطلة والتأجيل هيخلوه كمية انتاجك قليلة تسعة i have achieved a clear انا حققت نقط واضح in learning english في تعلم الانجليزي process عملية conclusion خاتمة او نتيجة permission اذن او تصريح نمرت دي progress طبعا انا حققت تقدم واضح في تعلم الانجليزي عشرة there was a sharp decline كان فيه انخفاض حاد in the number of tourists في عدد السياح in 2020 في 2020 in this sentence في هذه الجملة the word decline كلمة decline دي تبقى ايه يطرى verb ولا noun ولا adjective ولا adverb احنا حضرتك لو بصيت على كلمة decline هنا هتلاقي قبل منها sharp حاد وحد دي صفة والصفة لازم تسبق الاسم اذا كلمة decline هنا مش معناها ينخفض لان there was هي الفعل كان يوجد عشارب decline انخفاض يبقى الانخفاض هنا مش ينخفض لان قبلها صفة اذا دي تبقى اسم يبقى الإجابة نمرت been known 11 being known as a surgeon كونك نقط او كونه نقط كجراح he was accepted for the job قبلة في الوظيفة والله الراجل دوت بقى ايه كجراح impressed يعني منبهر او متأثر individual ford ولا افشنت كفء ولا recent حديث يبقى الإجابة نمرتسي افشان لانه جراح كفء كونه او لانه جراح كفء الراجل اتقبل ده في الوظيفة 12 you can nقط and have a cold drink in the cafe انت تستطيع ان انت نقط كده وايه واشرب لك مشروب بارد كده في الكافيتيريا lead يعني يقود او يعيش varia تنوع distract يشتت الانتباه switch off يفصل هنا تقدر ان انت تفصل يعني ايه تستريح لمدة قصيرة وتناول لك مشروب او اشرب لك مشروب في الكافيتيريا تعالى على الجملة رقم 13 في صفحة 312 بيقولك the exams questions اسئلة الامتحان should nقط in order to cover all aspects of the assessment فعلا اسئلة الامتحان مفروض ان هي نقط in order to يعني لكي cover تغطي all aspects جميع الجوانب of assessment بتاعت التقييم وهو الامتحان عبارة عن تقييم لمستواتك الاسئلة بتاعت الامتحان ينبغي ان هي نقط علشان تغطي جوانب التقييم decrease L in كلود تشتمل raise ترفع او تربي very تتنوع وتختلف لازم طبعا الاسئلة تكون متنوعة ومختلفة علشان تقيم الجوانب المختلفة من المستوى 14 you can better if you study in a quiet environment تستطيع ان انت نقط افضل لو انت ذكرت في بيئة هادئة concentrate تركز افضل evaluate تقيم افضل raise ترفع او تربي get distracted تتشتت يبقى الاجابة نبرت ايه تقدر تركز لو انت ذكرت في مكان هادي 15 15 رقم 15 بيقولك energy bills يعني الفواتير بتاعت الطاقة فواتير الكهرباء have increased زادت نقط this winter هذا الشتاء all over the world في جميع انحاء العالم significant يعني مميز او واضح او بارز او ملحوظ significance يعني التميز او الملاحظة يعني الاسم بتاعها significantly يعني بشكل ملحوظ وسignify يعني يميز او يلاحظ طبعا الاجابة هنا ان في عندي فعل increase دي زادت وانا علشان اوصف الفعل ده لازم اجيب وراء حال او ظرف فانا علشان اقول ان فواتير الكهرباء زادت بشكل ملحوظ او بشكل واضح الاجابة نبرتسي significantly كده انا اخدت ايه خدت الحال علشان اوصف بيه الفعل 16 both hotels are okay كلا الفندقين ممتازين the cost is the only deciding نقط التكلفة هي نقط الوحيد المحدد هتبقى فاكتور عنصر او عامل finding يعني نتائج session يعني جلسة او حصة error يعني عيب طبعا هنا فيها هيبقى فاكتور هو العامل المحدد او العامل اتنين الفندقين ممتازين بصراحة بس بقى فرق السعر هو اللي هيحدد لنا يبقى عنصر السعر هو السعر هو العنصر المحدد هنقيم او هنقعد في انهي فندق 17 too much noise ضوضاء كتيرة اوى اكتر من اللازم نقط me while studying my lessons نقط انا اثناء مذكر الدروسي طبعا الضوضاء الكتيرة وانت بتذكر الدروس leads يعني يقود varia تنوع او يختلف distracts to shutter switch off يعني يفصل طبعا يفصل يعني بغرض الراحة يريح يبقى لجبان امريتسي ديستراكتس بتشتتني اثناء المذاكرة 18 one feels safe الواحد مننا بيشعر بالامان amongst his or here family members بين افراد العائلة كلمة amongst دي از ايه تبقى conjunction رابط pronoun يعني ضمير adverb يعني ظرف او حال ولا preposition حرف جر طبعا amongst هنا عندنا في اللغة العربية هي ظرف مكان بينه لكن عندنا في اللغة الانجليزية هي preposition حرف جر conjunction رابط يعني يربط جملتين الكلام ده مش رابط جملتين ولا حاجة انا بشعر بالامان بين افراد عائلتي ده حرف جر رونون يعني ضمير زي i وهي وشي والناس دي وadverb يعني ظرف او حال تسعتاشر التقرير نقط ان معظم المراهقين مدمنين لالعاب الانترنت فرصد يعني اجبرة او ارغمة stated ذكره ولا mentioned ذكره الاثنين صح الاجابة بال dbc لان الاثنين معناهم يذكر او يقول التقرير قال او ذكر عشرين The note of the research on that medicine have surprised us نقط على الابحاث على هذا الدواء ادهشتنا it's 100% safe امن بنسبة 100% يبقى كده النتائج بتاعت البحث بقى factors عناصر او عوامل findings نتائج session يعني حصة او جلسة error بل اجابة نمرد بيه findings نتائج البحث على الدواء ده اثبتت او ادهشتنا اثبتت انه امن بنسبة 100% 21 this advertisement او advertisement الاثنين صح هذا الاعلان to promote our new product ان هو يروج لي او ينشر او يعني يعمل ترويج او دعاية او اعلان للمنتج الجديد بتاعنا MZ2 يهدف الى assess يقيم hand يعني يسلم او يد و decline يعني يرفض او يقل الاجابة نمرد ايه هذا الاعلان MZ2 يهدف الى 22 Don't try to draw any note before you examine the information available او عا تحاول ان انت ترسم نقط او تصل الى نقط من غير ما تفحص المعلومات المتاحة كويس جدا ما توصلش الايه بقى processes عمليات conclusions استنتجات او خواتيم efficiencies يعني كفاءة progress تقدم طبعا اوعى توصل لاي نتيجة قبل ما تفحص جميع المعلومات المتاح 23 The media played an important role وسائل الاعلام لعب الدور مهم in raising the citizens نقط في رفع نقط المواطنين of the protective measures للاجراءات الوقائية against coronavirus ضد virus كورونا طبعا دي رفعت ايه بقى رفعت permission او التصريح concentration increase awareness الوعي وسائل الاعلام ساهمت في رفع الوعي بتاع المواطن للاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا 24 I have taken the decision انا اتخذت القرار not only available data اعتمادا على ال data او البيانات المتاحة depending يعني استنادا الى او اعتمادا على affecting تأثيرا على managing مديرا او ادارة stating يعني ذكر يبقى الاجابة نمرت ايه depending اعتمادا على او استنادا الى المعلومات المتاحة 25 The doctor said I would need 5 نقطة of therapy الدكتور قال ان انا محتاج خمسة نقطة من العلاج factors عناصر او عوامل findings يعني نتائج ولا sessions جلسات ولا errors عيوب طبعا الرجل قال انا محتاج خمس جلسات علاج 26 professor مصطفى المروفسير مصطفى give a detailed نقطة اعطى نقطة مفصل of the economic situation للموقف الاقتصادي اعطى ايه مفصل للموقف الاقتصادي procrastination تسويف او مماطلة analysis تحليل مفصل productivity انتاجية level يعني مستوى الايجابة نمر البي اعطى تحليل مفصل كامل للموقف الاقتصادي او للوضع الاقتصادي تعالى في الصفحة اللي بعدها صفحة 413 جملة رقم 27 يقول لحضرتك I have not interest in helping the poor and the homeless انا عندي اهتمام نقطة بمساعدة الفقراء والمشردين safe اهتمام امن individual اهتمام شخصي او فردي او ذاتي effective يعني متأثر available انا عندي اهتمام شخصي بالموضوع بتاع مساعدة الفقراء والمشردين 28 تعالى انا بقى يا فندم على 28 29 29 30 اما اندردش فيهم هما التلاتة كده مع بعض بيقول لحضرتك your friends have an important note on you اصدقائك لهم نقط مهم عليك يبقى انا لما يكون عندي قبل النقط هنا صفة اللي هي important معناها هام وهام دي صفة يبقى انا عايز بعد النقط اسم يبقى effective مؤثر ده فعل ماينفعنيش effectively بتأثر او بتأثير برضو غلط فاضل معايا اتنين effectiveness ولا effect effect يعني تأثير اسم وفكتفنس معناها فاعلية برضو اسم طب ايه الفرق يا مستر بين التأثير والفاعلية الفرق بين التأثير والفاعلية يا فاندر زي بالزبط الفرق بين حضرتك تاخد اسبرينة علشان انت مصدع الله اعلم اسبرينة ديت لو جابت معاك نتيجة وخلتك بقيت كويس والحمد لله الصداع راح من راسك يبقى دوة اسمها effective فاعلية اسبرينة ليها فاعلية يعني مؤثرة وجابت نتيجة معاك انما effect ده التأثير قد يكون سلبي وقد يكون ايجابي واصحابك طبعا يا ناس حلوة يا ناس مش حلوة فممكن يؤثروا عليك التأثير بتاعهم بقى او النتيجة بتاعتهم هي اللي اسمها effectiveness او الفاعلية يبقى لما قولك اصدقائك ليهم نقط مهم عليك تبع الاجابة effect تأثير تعال على 29 من الواضح ان لقاح كورونا دوت از يكون يكون عايز بعد منها صفة يبقى من الواضح ان اللقاح بتاع كورونا دوت يكون ايه يكون effective مؤثر يكون بتأثير effectively يكون effective ناس فاعلية يكون effective تأثير الإجابة نمرت ايه من الواضح ان اللقاح بتاع كورونا ده فعال يبقى الإجابة نمرت ايه effective يعني مؤثر او فعال طب تعال على 30 The number of this coronavirus vaccine is clear نقط طبعا ذا يعني قال عايزة وراها اسم يبقى effective مؤثر غلط ولا بتأثير فضل effectiveness وافكت هما دول الاسامي of this coronavirus vaccine للقاح كورونا ده واضح نقط بتاع اللقاح دوت واضحة يترى effect التأثير واضح ولا الفاعلية ده دوة وعلاج او لقاح اللقاح دوت له فاعلية والفاعلية دي واضحة يبقى الإجابة هنا هتبقى نمرت C effectiveness وليس effect 31 You can't leave school early without لا تستطيع ان تغادر المدرسة مبكرا بدون بدون اذن طبعا permission اذن او تصريح concentration تركيز increase يعني زيد او زيادة awareness يعني وعي او ادراك الإجابة نمرت ايه permission يعني اذن او تصريح 32 Those who نقط what should be done to a later time will always be losers هؤلاء الذين نقط ما ينبغي ان يتم لوقت متأخر دايما خسرانين يبقى الناس دول مين دول اللي بيسوفوا بيمطلوا بيأجلوا ليه يعني يضع البيض او يرقد وبروكراستينات يعني يسوف assess يعني يقيم ريز يعني يرفع او يربي الإجابة نمرت بي بروكراستينات اللي بيسوفوا بيمطلوا بيأجلوا 33 34 we need to look at the data in hand before we decide محتاجين نبص بص كده على البيانات اللي في ادينا قبل ما نقرر look for يعني يبحث عنه غلط وlook after يعني يعتني بي احنا محتاجين ان احنا look at يعني نفحص او ندقق او نبص في البيانات اللي معنا قبل ما نقرر 34 the application doesn't respond التطبيق ما بيستجبش تشتغل على التطبيق ما بيشتغلش give the note message بيطلع رسالة ايه في خطأ بيسالة خطأ يبقى error فاكتور عنصر نتيجة وسيشن قلنا حصة او جلسة 35 who started to read it at once طالما قال in بيقولك انا نقط الخطاب للمدير اللي بدأ فقريته في الحال يبقى انا وصلت الخطاب او سلمت الخطاب اين يهدف السيس يقيم hand معناها يده معناها يسلم او يوصل و decline يعني يرفض او يقل 36 stress has a bad effect on your نقطة الضغط العصبي له تأثير سيء على نقطة بتاعك on your work على عملك يبقى on your permission اذن او تصريح concentration تركيزك ويرنس طبعا الضغط له تأثير سيء على التركيز على العمل 37 هاردويرك العمل الجاد والشور اللي بالتأكيد to real success الى نجاح حقيقي طبعا العمل الجاد بالتأكيد الى نجاح حقيقي lead يؤدي الى various يعني يفصل الاجابة انه بتأكيد يقود او يؤدي الى 38 هل سمعت عن نقط changes التغيرات نقط in the team اللي في الفرقة two super strikers اتنين مهاجمين كبار have just been included لسه دخلين الفريق حالا useless يعني عديم الفائدة individual protective يعني وقائي recent حديثة هل سمعت عن اخر تحديثات او اخر تغيرات حصلت في الفرقة 39 the learning نقط التعلم لا تتوقف عند اي عمر process العملية التعليمية conclusion خاتمة استنتاج efficiency كفاءة permission او تصريح طبعا الاجابة من ايه العملية التعليمية لا تتوقف عند سن 40 بيقولك everyone in our street كل واحد في شارعنا is looking the lost child عملين يدوروا على الطفل التائه او الضايع look for يبحث عنه look at ينظر الى او يبحث فيه او يدقق يعني وافطر look افطر يعني اعتني بيه الاجابة نمرت ايه look for عملين يدوروا على طلعي للضايع 41 hand it to me carefully ناولهولي بعناية او باهتمام لو سمحت ناولني بحرص hand it يعني يوصل او يسلم اعطيهولي او اعطيني الحاجة ممكن يكون فيها كارتونة او علبة فيها حاجات بتتكسر او كده اعطيهالي او ناولهالي بحرص او بعناية in this sentence في هذه الجملة ذا word hand تبقى ايه ده فعل امر يا جماعة hand هنا مش معناها يد ده جملة بدأ بالفعل في المصدر فعل امر ناولهالي بعناية يبقى الاجابة للمرة ايه verb والجملة جملة امر imperative علشان تبقى اه كده hand معناها يسلم او يضع او يعطي يبقى الاجابة ده ان ده فعل تعالى بعد كده على صفحة 414 الجملة رقم 42 بيقول لحضرتك choosing the right time اختيار الوقت الصحيح and the best place والمكان الافضل will raise your productivity نقط سوف يرفع من نقط الانتاجية بتاعتك طبعا هيرفع من مستوى الانتاجية procrastination تسويف analysis تحليل permission اذن وتصريح اجابة نمردي level مستوى 43 مستر محمد blame me for استاذ محمد لامني او وبخني او انبني على ايه بقى my friend صديقي while he was giving a speech وهو بيلقي كلمة طبعا قال نبني ان انا ايه linking my friend ان انا اه ربطت مع صديقي supporting دعمت صديقي interrupting قطعت صديقي raising يعني يرفع او يربي لجابة نبرتسي ان انا قطعت صاحبي وهو بيقول خطبة 44 your school work عملك المدرسة او شغل المدرسة is not better this year افضل هذا العام وهنا افضل صفة والصفة لما يجي قبلها فراغ تختار لها حال على طول افضل بشكل مميز او افضل بشكل واضح دي سير هذا العام keep hard work استمر في العمل الجاد وطالما انا عايز حال هاخد significantly افضل بشكل باين او بشكل واضح او بشكل بارز 45 to be different from each other incision ان انت نقط ان انتو تبقوا مختلفين عن بعضكم البعض في المقاس وفي الشكل يبقى دية كلمة very الاجابة نمردية اختلف او يتنوع 46 to be different from each other incision خلاص طالما قال decrease يبقى decline الاجابة نمردية قيل 47 to be different from each other incision انك تلقي حكم او تحكم حكم او تضع حكم اباوت person او situation يبقى انت كده بتقيم الاجابة نمردية to be different from each other incision to be different from each other incision طالما قال delay يؤجلي يبقى انت كده procrastinate على طول تسوف او تؤجل او تماطل 49 to not is to relax for a short time تريح لمدة قصيرة يبقى كده switch off تفصل من الدنيا وتقعد مع نفسك 50 to not is to increase and amount number ان انت تزود الكمية او العدد خلاص يبقى كده raise ترفع 51 means producing or achieving a lot انك تنتج كتير يبقى انت واد ايه منتج يبقى الاجابة نمردية productive تعالى على 52 to be different from each other incision to be different from each other incision to be different from each other incision بتاعت القيام بحاجة well بطريقة جيدة and effectively وبتأثير without wasting طيب من غير تضيع وقت ولا money ولا energy ولا طاقة ولا فلوس ولا حاجة يبقى انت كده كفاءة efficiency الكفاءة انك تعمل الحاجة من غير تضيع الوقت والفلوس ولا الطاقة وان انت تعملها كمان بفاعلية وتكون تمام 53 is the act of delaying something هو بقى هنا act of هنا القيام بالتأكيل القيام بالتأكيل يبقى هنا مش عايز ايه؟ مش عايز الفعل عايز الاسم يبقى procrastination التسويف او المماطلة لانها فوق كانت ايه؟ كانت procrastinate بس فعل فرقم 48 كانت الفعل انما هنا القيام بالشيء يبقى عايز الاسم هنا يا بهاب procrastination 54 بيقول is the rate of which goods هو المعدل اللي فيه البضائع are produced بتنتج and the amount produced والكمية المنتجة يبقى دي productivity الانتاجية الاجابة نمرت بي وبكده هنكون خلصنا لغاية صفحة 414 من كتاب المعاصر وما تنساش لايك وشير والسبسكرايب ودعوة حلوة من قلبك يا رجل يا طيب وشوفك على خير قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته